الإداع قبل الوداع كانت وفاة جدي حسن الخبيري رحمه الله تعالى مفاجأت جميع إخوانه وأحبابه وتوفي رحمه الله وفي حلقته قام الحلقة أصابته وعكه داخل الحلقة وذهبوا إلى المستشفات ما توفاه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قد كتب الآجان وقضى ذلك لهم كل أحد يتدخل في هذا الأمر كلمة الإمام بن كتير رحمه الله قال جرت عادة الله عز وجل في عباده أن من حاش على شيء مات عليه قاله ما أجملها من خاتمه صلى الله تعالى وليتقبل منه هذا العمل جاله خاتمه حسن في حقه رحمه الله عليه فأيوا الأخوة الكرام كل من استطاع أن يفعل خيرا أي خير ففعله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله لا من ثلاث ولدي الصلاح يدعو له علم ينتفع به صدقة جارية هذا الودائع التي تدعها الآن في عمره ما أجلت لك مع أحد يوم القيامة عشر سبعين عم سبعين عم سبعين عم سبعين عم وديك وديك الودائع كل هذه الودائع سوف تظهر إن الله تعالى لنطلب الله تعالى المؤمن يستروا في الدنيا وستروا في الأخير ناشدك معرصي فايق ناشد نقد وادات حصلين ومشي يرزل الصحاف أخواني مقدين دكام امراض مولا مسلين قرارك عشر كاعد يوم الضحى أخواني يدريك إنسان الخاصة يحدد الخيديمة وقدر في أطارة الخير صر بعد عدريه من الخير تدر بقيت الدور قدرت الوحادية وحادية وحادية محر سينا يريبا ومطلعون عليك يحفظوا عليك عملك ما تخفوانوا أي حاجة در فيها أتلقاها الإنسان تحدد عن مصر لا أحد شيء قلاليها فسوف يجدوها قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من إهدئ الله فلا منضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا العظيمة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشضى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأمر عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاو إلى صراط المستقر وبعد الأخوة الكرام كما قرأت مني في العنوان الإداع الإداع قبل الوداع الإداع لأخوة الكرام هو مصدر أو داع يقوم بفعل هذا المصدر يستعمل في وقتنا الحاضر في أمور الدنيا يقول الإداعات إنسان يودع الأموال تستعمل في الأموال تقول أودعت مالا عند شخصين يعني أعطيته ذلك المال لكي يحفظه لك وهو الإداع تودع مالا عند أحد الناس أو عند المؤسسات وللأسف الناس يودع لأمواله في بروك ربوية وهذا حرام لا ينبغي ولا يجوز في المؤسسات هذا المصطلح للإداع هنا في أن يستعمل الإنسان يودع ماله يحفظه يستودعه الناس ليس يحفظه لكي يديه مالا عند البنك ليس يبقى محافظ عليه ولكن هو في الحقيقة الإداع ينبغي أن نودع شيء بكي نحفظه الإنسان عنده مجموعة أشياء يعني ينبغي أن يحفظها وأن يحافظ عليها وأن يكتر منها ومن أهم هذه الأشياء هو العمل وعمله الصالح الإداع قبل الوداع يعني كأكيد سنقص يودع عمره أعمالا صالحة قبل أن يودع عمره وأن يودعه عمره يعني سنحاول أن تودع عمرك قبل أن يودعك في يوم الأيام سوف نحن مجموعة من الأيام من ليالي من دقائق الساعة يعني ساعات معدودة كل له ساعاته محدودة معدودة كل بأجل مسمى لا يمكن الإنسان يزيد في عمره أبدا لا يمكن للعالم أجمعه يتجتمع أن يزيد في عمره شخص واحد ولو تانية ولا يمكن أن ينقص من عمره الله سبحانه وتعالى قد كتب الآجال وقضى ذلك لا يمكن لأحد يتدخل في هذا الأمر إذن العمر هو كل واحد منا هو لا يدري لا يدري متى أجله ومتى سينتهي ومتى يدهمه الموت ومتى يودعه هذا العمر إذن ينبغي أن يودع عمره ما استطاع من الخير وليجتهد يجعله دائعه ويدصار مع الوقت قبل أن نتكلم فكذا أذكر الإخوان السبب الباعث على هذا العلوان وهم الموضوع وإلا كنا سوف نواصل مع إخواننا كلما التقينا معهم في هذا المجلس المبارك في التأملات ولكن نفاجأنا في هذا الأسبوع وفاة أخينا الشيخ سيد حسن الخبيري رحمه الله تعالى وعنى كانت وفاة لأسفل لفاجأت جميع إخوانه وأحبابه وتوفي رحمه الله يعني بعد ونفي حلقته قام الحلقة ذهب أصابته وعكه داخل الحلقة ذهبوا إلى المستشفى ثم توفاه الله سبحانه وتعالى وصدرت ليعفوه عنه ليغفر له من الحلقة هذا الرجل يعيشنا معه مدة أيام أواخر تسعينات وبدأت الألفين يعني في المعد في المراكوش وكان من أشد الناس حرصا على يعيشنا معه ميزا أربع سنوات نلتقينا به في المدى جمعتنا معه فهد سنوات أربع سنوات كان شديد الحرصا نوقف أنه يعني هذا الحياة وهذا الموت عنده فلذلك هذا الحصة اليوم هذا النائل باش ناخد العفرة من مثل هذه الأمور هذا الرجل رحمة الله عليه كان شديد الحرصا شديد طلبات حرصا لا يضيع وقته هذا يعرف عنه جميع الأخوة من الذين عاشروا يعني كان شديد الحرص على وقته لا يضيع وقته يضيع وقته ومستطاع من العمل الخير وهو بين حقض ومراجعة حتى الأوقات الاستراحة كان ينقص منها يعرفوا أنه كل من عشم وتلك الأيام يعني يهتدك وقت القيلولة كان ولا ينام تلك القيلولة كاملة يحاول وقته ولما انتقل نعيشنا هذه شهادة لله في حق هذا الرجل صالة يرحمه لما انتقل الدعواء وطلبته يحكونا عنه ولو لازل على تلك المنهجية رحمه الله يعني كان حريص على الوقت حتى الضرب اللي يعاشوا معه وكانوا عنده في المسجد متفرغين معه يحكيوا علي أنه حريص على الوقت ويحطهم على الحرص هو رجل يعني مجتهي أنا أذكر هو كان حريص على وقته حتى لا يضيع في ملايين فالله عز وجل وأنه عاش معه بالعمر هو بالنسبة لبنزل العمر العمر قصير نمت في فترة الشباب يكون عنده الأربعين في الأربعين من أموره أشيء بيكون عندك في العمر يعني ولكن الله سبحانه وتعالى يعني وكان حريصا على وقته فالله تعالى أخذه يعني في في دكش الذي كان يحرص عليه حرص عليه ونستحضره يعني كلمة الإمام بلوكتي رحمه الله وأنه قال جرت عادة الله عز وجل في عباده أن من عاش على شيء مات عليه سبحان الله من عاش على شيء مات عليه إلا أنت تدركك رحمة الله أولا إنسان يتخدم وإلا جرت عادة الله أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء البعث عليه إلا الله تعالى كانت عاش على شيء حياة سيئة حياة سيئة وتدركته رحمة الله وتابه ورجعه أول شيء واحد عاش شيء حياة قراء ولكن ما كانتش عنده صدق ودق الإخلاص فخذره الله في النهاية وصلت على يتبتها ويحسننا للخواتيم فأهم من عاش على شيء ما تعليم إن هذا الرجل عاش وهو عاش بين تدريس بين طربي علم وبين عاش وذي يدور في خير ومن تعلم ومن تعلمه ما بين تعلم القرآن الكريم وبين تعليمه هذه حياته منذ العرف هذا حبط الله عليه يعني كان يتعلم يتعلم منطق ليلة التعليم فتوفاه الله عز وجه ويعلم وهو من عاش على شيء ما تعليم توفاه الله في حلقته من الحلقة إلى النوت إلى الله إلى الله سبحانه ولهما جمالها من خاتمة صلى الله عليه وسلم وليتقبل منه هذا العمل وجاء له خاتمة حسنة في حقه رحمة الله عليه يعني عاش في ذيك الوقت بقى قرر القرآن قرر القرآن حتى توفاه الله سبحانه ويعلم القرآن وهنا يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم كبير ساحح الترهيب والترهيب النبي السع Sundannel قال إذا أرد الله بإعبد خيرا إذا أرد الله عسله قالوا الصحبة النبي السع�� أنا من يعسله قال يوفقه يوفقه الله عزيزي إذا أرد الله بإعبد خيرا عسله هذه العسلة هذه الحلاوة Jestى الحلاوة حسن الخاتم هو حلاوة حلاوة للحياة وتكون تعيش وحد الحياة في الأخير تختم لك بخاتمة حسنة هذا بحل أحضر لك شيء عسل الفق وعليكم السلامة الله وبركاته إذا أراد الله بعبدين خيرا أعسله قال وما أعسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح عند قرب أجلي يوفق الله الشيء عامل صالح عند من يقرب العمر ذلك ينتهي فيتني عليه قال فيتني عليه جرانه يقبضه الله على ذلك العمل يعني فيفق الله الشيء عامل صالح حتى يتني عليه الناس لأن الناس شهداء الله في أرضه النبي سنمرت عليه جنازة فقال وجبت مرت عليه جنازة فقال ما تقول في هذه الميت فأثنوا عليه خيرا فقال النبي سنمر وجبت ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شر ذكروا شرا فقال وجبت قال وما وجبت عليه قال أنت أثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت له الجنة أثنيتم عليه ذكرتم شره فقلت وجبت له الله فأنتم شهداء الله في الأرض يعني هنا فدع السنة يوفق الله الإنسان لعمل صالح حتى يتنع له الناس واذكروه بخير فيقبضه يعني هذه حسن خاتبه نحسبها في وفاة أخينا رحمة الله عليه ولا نزكي على الله أحدهم سؤالة عليه تقبله أمين يا رب العالمين إذن هذه الوفاة بهذا الشكل وفي هذه العمر توقف كل داعية كل محب للخير كل واحد يأخذ درس وعفرة مثل هذه الوفاة يعني من كان عنده ما زل عنده وكل نسألتها يفوعنا ويغفرنا ونوفقنا ويعافقنا من الكسل كل من عنده كسل في أراد خير أهم بخير ولكن يعترضه الكسل ويعترضه التسويف تسويف الكسل ما رضيه الإخوت الكرم نقول الإداع 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 يعني أودع ما استطعت قبل الوداع لأنه قد يأتيك إبليس يسوفه دبنديا 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 شحار محد أهلكته ضيعت له عمره فأنتا حاول أن تبادر قبل أن تبادر يدهمك الموت حاول أن تبادر لا قاعد يقدر على شيء خير يديره يحاول يديره ندار جميع الناس يعني طالب علم إذا كنت يا طالب العلم الآن متخادل المثل في طلبك للعلم كسولا فبادر وبادر أودع أودع عمرك قبل أن يودعك أدعك أنت داعية ومتخادل في الدعواء إلى الله وفي مين الحق وصبك الكسل والعياء لا تفكر أنه الودع لا تدري متى يأتي لا يدري أحد متى يأتيه الموت فأخونا رحمة الله ما كان يأدري كان في صحة السلام ما كنا نعرف أنه كان مريض كان قوي نشيط رحمة الله عليه كان نشيط لكن الله ما هو ما يدري أجنه ما كان يدري أنه سوف يعيشوا هذه الأيام هذه العمر فقط ما كان يدري ما كان يدري ولكن وفق الله عز وجل ملأ عمره ملأ عمره هذه شهادة ملأ عمره بخيراته الصالحة أنا حريصا على وقته فأيوا إخوتي الكرام كل من استطاع أن يفعل خيرا أي خير لا تستطيع ففعله ففعله حاول قال النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء إلا في أمور الآخرة فيه سأل التأمني والتؤدة مطلوب شو إياه ولكن في الأمور الآخرة اللي هي مراجحة فقط توب الله عندك شيء معصي أو شيء دين لا بقي تقول تان تان بقي دابان توب دابان توب ولا هالموت الموت ما تفيش تان إذا جاء الأجل لا يؤخر لا يحاول الإنسان أن يفعل ما استطاع إلى دليل أن يودي عمره هذا الحي زن العمر أيها الأخوة الكرام العمر هو هذا المجال وفي تدعو دوك الأعمال لأنني لم تتي أريد أن تخطي العمل بحل شيء إينا بحل شيء حاجة تضع مرحة تنتهي بالموت العمر ينتهي بالموت ما بقي تضيتها سبحان الله وحدا ما قد لا تستطيع أن تضيفها إلى عمر إلى عملك لا تستطيع لا تستطيع أبدا لا تستطيع إذا أنت خص تبادر قبل أن يغلق الباب أن تدعى الأعمال وتعمل على ذلك الإناء وحدا ما كانت بحق بحقه إنه وحدا ما يمكن أن تستطيع النظام والمعب عندك الانو عندك 60 عام وحدا 70 عام وحدا قال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا إذا تركت شيئاً تركت عثاراً يعني إذا تركت عثاراً إذا حاولك أن تسعى وأن تترك العمل الصالح لا ينقطع عنك ترك شيء حاجة ترك شيء خير من بعدك إذا مات قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله لا بنتلعه ولد الصالح يدعو له علم ينتفع به وصدقة جارية إذا الإنسان يجب أن يكون يتصارع معها ما بين أن يقدم أعمال يعني صالحة وأن يتركها عثاراً صالحاً إذا خاصك تعمل أعمال وتخلي أعمال أخرى إذا ودائع ولا مش ودائع تدخليش على أن تطرد ذلك مشاريع هي مشاريع تدعو أموالاً تدعو أعمالاً صالحة وتخليش حاجة لي هي مشاريع ترد عليك تأتيك أجروها بعد موتك وهذه القضية يريحة الكرام هي الانتباه الزمان والعمر والوقت الله سبحانه وتعالى ذكرها في كثير من الآيات ينبهنا علىها في صور يكملها تنبهنا الله سبحانه وتعالى وتيفيقنا عندكم الزمان العمر والله عزيزي أقسم بكثير من الشامس والضحى والليل والعصر والليل والله عزيزي أقسم بشي بخلق المخلوقات ينبهنا على أعظمته ونبهنا أن نتبهوا هذا المخلوق الله عزيزي أقسم بالعصر الذي هو الزمان ونقسم بالشاب ونقسم بالليل لماذا؟ لكي ننتبه هذه القضية هذه الدوران هذه المخلوقات رهواء هذا الشيء كله في خدمة لا نحن هذا الخلق كله ولكون كله في خدمة الإنسان في خدمة الإنسان لكي يحقق عبادة الله كمية الكائنات جاهبين وكي من المكلف يغلاء تعقيل يسأل هو العاقل هو اللي بيتكلف هو اللي يسخر الله الشمس القمار الليل اللهار هو مكلف وتحقق عبودية الله سبحانه وتعالى كم يسر لك من المخلوقات كم يسر للإنسان من المخلوقات مخلوقات عظيمة كبيرة جدا أقوى من الإنسان بكثير والله تعالى سهلها وذللها هو الذي جاد أكون الأرض ذلولها فمشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فمشوا في ملاكبها الله ذللت الأرض أكبر منها خرق كبير وذلله الله ويسره ويسر الشمس والقمر والسماء والهواء كل شيء لخدمة الإنسان لخدمة الإنسان لأن الإنسان مكلف بوظيفة شريفة كبيرة عالية ويا عبادة الله وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون فالله تعالى أطلب منك واحدة الوظيفة اللي هي عبادة الله فيستر لك واحد مجموعة من المخلوقات تخدمك وتيستر لك الأمر لكي انت باشترتاح وتقد لكي تعبد الله سبحانه وتعالى فأشرف ما يحقق الإنسان في هذه الحياة هو عبادة الله سبحانه وتعالى لذلك حصولت الذارية المبدأها ذكر الله تعالى كتن المخلوقات الذارية ذروة والحاملة ويقرة والجارية يسرة ثم ذكر الله تعالى أقوام ذكر قولوح وعاد وثمون ذكر أقوام لدوزتها في الأرض واحد العظمة واحد القوة فذكر الله الله عزيزي ينبيه أن نكون مهما زمان في هذه نيارة ما ستفوتوش أنتم مع الرياح والبحار والسفور والشي ما ستكون الإنسان مهما مبلغ من الصناعة والابتكار ومكذا واشغن يكون هو أقوى من الرياح والبحار ومكذا قولي واشي خلق سمع أقوى لا تيجي عجاجة تتقلب لهذا الشي كامل إذن الرياح خلق والإنسان خلق من أخر وقت الله فالله تعالى يقول لك آه انت ضعيف واجهة يجي الفيضان سأل الله السلام العافية يجي كل شي الرياح والفيضان يقدم على شي سيناعة لا تتقلب عاجز فالله سبحانه وقال إنسان لك هذه الأمور وهذه المخلوقات العظيمة وفي آخر الصورة قال الله تعالى وما خلقت الجنة والإنسان الله تعالى يقول لا رح عشر اثم يمكن تسع وفي وتحقق ما هو العبادة فقط رح شرف أي الإنسان في تحقق العبادة فهذه الأمور لكن هذا ما قدرت إليه ما استطعت إلى ذلك سبيلك لك ما في مجد ما في مجد ترك الإمامة أو تلين رز مرد وفي العبادة ما هي إنما هي أسباب استعين بها على تحقيقها لا في البيت نفس وفي ذلك فلي تنافس المتنافسون إذا نرجع لأخوة الكرام من قضية الزمان والوقت نتبه ليه خلي نري أن نودعه أعمرنا أن نودعها ودائع طيبة صالحة لأن هذه الودائع التي تودعها الآن في عمرك ما أحترى يوم القيامة عبد الله سبحانه وكان اليوم الذي نعيش الآن ليس أجمع هذه ليس أجمع ليس لأجمع ما لأجمع لم يكن أن تجد يحترى القيامة وكان يجد ليلها ونهارها وماذا يجرى كله فأنت لا بد أن تدع هذا اليوم النهار والليل لا بد أن تدع شيئا لا بد أن تدع لا بد أن تدع لذلك أبو العتاه رحمنا قال قد تتدور الليل اللهار والزباد قال ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب انتبه لا تطلع الشمس ولا تغيب تطلع الشمس وتغيب تطلع الشمس وتغيب أيвод إنسان ما فأ Democracy لا تطلع الشمس وتغيب كل نهار أي صباح وتغيب في المساء وتجيل وسي النهار ينهر وصول قال myself حركة دورا لم تستفيد منه شيئا قال لك هذا الشاعر إلا لأمل ينشأ أنه عجيب وحقيق عجيب هذا الليل والنهار ويؤديه في النتيجة لهم في النخير بتكون جنة أو نهار وبتكون واحد حياة خالدة فيها إما نعيم وإما عدم نصال الله السلام ونافيا إذن نرجع إلى القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى قليت الليل والنهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الليل إغشى الأرض ويغشى الناس ويغشى الخلق بظلامه والنهار يجليه ويظهره النهار تدير ويحرك دائرة والليل إذا يغشى سوف نكشف مرتب سبحانه وتعالى الله تعالى هو أقصب بالليل والنهار هناك اختلاف بين الليل والنهار هذا فيه ظلام ويغشى الناس وهدفه جلاء وظهور لهو النهار قال الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنهار يعني والذي خلق الذكر والنهار أو وخلق الذكر والنهار إذن ما هنا ما هنا إما مصدرية أو مصدرية ليست نافية يعني الله يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق أي والذي خلق الذكر والنهار لهو الله سبحانه وتعالى أو هذا أو أقصب الله بالليل والنهار وبه سبحانه بنفسه سبحانه أو أقسم بهذه العملية وخلق الذكر والأنت إذن والليل دا يغشى والنهر دا تجنى وما خلق الذكر والأنت إن سعيكم لشتى شتى مختلف السعي العمل أحلى الإداء كل يدع في عمره ما سعى فيه سعيكم لشتى مختلف متنوع كاختلاف الليل والنهار فالنهار فيه ضياء فيه شمس والليل فيه ضلار فمن الناس من أعماله مضيئة مشرقة يفرح بها يوم القيانة ومن الناس من أعماله مظلمة تسوءه يوم القيانة لا يحب أن يراها قال الله سبحانه في صورة عبسة وجوه يومئذين وجوه يومئذين مصفرة مصفرة يعني الإصفار من الوضوح والصبح هذا أصفر من الضياء وجوه يومئذين مصفرة ضاحكة مستبشرة يعني ماذا ضاحكة لسعي لسعيها راضية كما قلنا في صورة الغشية وجوه يومئذ الناعمة لسعيها راضية يعني عن سعيها راضية هذا السعي لسعته محنشي واحد كان خدام فيه جمع فيه جمع فيه جمع في الحصيلة في النخل فارحة بذلك فرح بدأك شيء فرح نشط مع رأسه لأنه صبر فأنا صبر واحد لو قيته وأودع وأودع وأصبر لكي يحصن شيئا هذه في الدنيا فلنبع حصان لهذا فلنبع حصان لن يجبع لأنه شيء دويري أو شيء ضار تفرح بها بدأت تقدم تقدم شيء 30 لأنه تضحك منه لأنه كان صبر ويحقق الهدف الذي يسعى له وجوه اليومئذين المصفرة ضاحكة مستبشرة هذا الغشية لسعيها راضية دائمة في جنة العالية يعني راضية عن سعيها إذن هذا والنهار هذا سعي زوين جميل سعيزين نسعيكم لشتا عمالهم مشرقة مضيئة وتتلقى في حيفة القرآن في تحفيظ القرآن في تعليم القرآن في الصلاة في مسجد في صداقة في الأنوار الخير كثير جدا تتلقى في الاتجاه هذا كله مضي كله مشرق ووجوه اليومئذين عليها غبرة ترهقها قطرة غبرة ترهق القطرة الغبرة والقطرة التعب العياء والخلع الخوف وقلت قادمتي يعني هذيك عندها الإصفار والبشر والضحك ضاحكة المستبشرة واذاك عندها الحزن والهم والغم عجوه اليومئذين عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفارة الفجر إذن الله تعالى أقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بخلق الذكر والأنثى قال إن سعيكم لشتا السعي للإنسان المشرة المختلف كثير جدا كل نسع من الناس من سعيه ليل سعيه ضلام ومن الناس من سعيه نهار مضيء مشرق يفرحوا به في الدنيا ويفرحوا به في الآخرة وأن ليس للإنسان يوم يجي عبد الله طبعا وأن ليس لإنسان إلا مسع وأن سعيه سوف يرى يرى فيفرحوا به إذن أودع هنا في عملك ما يفرحك حاجة اللي أنت تفرح بها يريد أن تشط هنا لأعمال سيئات وأن تفرح بها أهلا 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 تفديها تفديش عامل ما تبيتش واحد يسقي الخبار واشتيا ما تبيت واحد يسقي الخبار ولا تدي رجاء لو أنت يتوب منه رهب يجي واحد منهار دكانة ويسترق مولانا ويسترق الله تعالى ويسترق في الديو والآخرة ولكن ينبغي أن يستغل ستر الله ستر الله ستر الله كلنا عايشين في ستر الله لو لا ستر الله زوجنا فتضحنا يعني كل شيء عايشي في ستر الله لو لم يكن ستر الله تعالى لا تقدر مع أبا ولا الرجل مع مرط ولا مراما الرجل ولا مع الناس كما قال الإمام القحطان رحمه الله والله لو عالموا قبيح سريرتي لأبا السلام علي من يلقاني هذا الإمام عالم كبير قال لكم ولكن صورهم قال لكم الله لو عالموا قبيح سريرتي لأبا السلام علي من يلقاني هو أنت تقول لكم ثقية وتحترموك الناس لكن هفضل من الله هفضل من الله زمن تزوين قابل يحبني يا رب تشعر خير ولكن ستر من الله عز وجل احترم الناس وشي ستر من الله سبحانه وتعالى لو عالموا الناس هو يستشعر ستر الله يستشعر هذه النعمة يسترق ملانا يسترق تقول له لن يتقضى قبيح سريرتي مكتوها وكل أي عمل توري الإنسان يراه الجميع لا يقدر ولم تنقضي لا يحدر ولم يحدر لا يحدر لا يحدر لا يحدر حيث طبيعا صور الله واطا ما تشعر كل مرة تخلي النعم الخروك وهذه الله لك سترك الله لك تأتي ركش نازح لو تجي تدخل طبس الجلاب تكون بيضام وكانت احطار موكو بوزك رايدي وصير حاجة يجو عندك ولدي بنتك تسلموا باكو بواجد دي وطلع خرارتي نفسك لا تنسى الله تعالى استروا جميعا لو اطلعوا على ذلك ما غد يكلم بوضي ولا حد ولكن سطر الله سبحانه وتعالى كل يعيش في سطر الله سبحانه وتعالى كل ما كنت شواء إن لو لا سطر الله نفتضح الجميع ولكن هذه سطر الله تعالى وتعامل الله معه كل ما كنت يتعامل معه كل ما كنت يتعامل مع سطر الله تعالى سطر الله إذا استركموا لنا كيف أشعر هو سطره سطر تقول لك أشلوه لما مظلة الرحمة والمغفرة من تديرت الخطأ في السلوك الله يعني لماذا تفهم؟ قال الله تعالى وينفض لك وينفضحك؟ لماذا سترك؟ لماذا سترك؟ لماذا ستركب على الله؟ فالله لا يكون فاياكو وينفضحك 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 فتستمرق سطر الله وتستمرق المعصية وتتغرر بسطر الله فعواد فاش تقول لا استرني الله رجعوا أنتم وتحشم وتستحيه من الله تعالى لأنه سترك وتقول الله دلتنا هذا القضي واسترني لا يمكنك أن تخضبه وتحب الله تزداد حب في الله سبحانه وتعالى سترك وترجع وتعظم الله وتخافه انت تحريتي أو اذتي هذا تترجم القضيحة وينفضحك وينفضحك كل هذا الودائع كل هذا الودائع كل يوجد معها فاشكرتك كل يوجد معها في هذه الخزينة عشر سبعين عام سبعين عام وأتوضحك ويتوضحك كل هذا الودائع سوف تظهر ولكن الله تعالى الحقيقة تستروا فالإخيرا تستروا فالأخر يغفر لك الله من ستراه الله في الدنيا والإخيرا ديما الله يطلب الله سيتر هنا في الدنيا ويستره في الآخرة ومن أسباب جلب السيتر هو يكون الناس يستر الناس ويقولون أن يفضح النار ويفرحوا بالمعاصي ويفرحوا بالفواحش الخطأ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آملوا لهم عذاب العليم الإنسان لا ديما يزين قلبه لا يفرح بالمعاصية لا تفرح بالفواحش لا تفرح بابتلاء البتلاء التي ابتلي بها الناس من المعاصي ومن الأمر ينبغي أن تستر يقلقك أن يظهر في أخيك المسلم عيبا أو معصية أو كميرة أو غير ذلك إذا يأتي واحد اليوم ينبغي أن نخافه أن نطلب الله يسترنا ولكن كما ينبغي أن نخافه نحاول ندع ودائع طيبة طاعة ينبغي أن نفتخروا بها يوم القيامة لأنه يأتي يوم قال في الله عز وجل يوم تبلى الصرائر يوم تبلى يعني تظهروا تبلى الصرائر فما له من القوة ولا ناصر يعني سوف يأتي على الناس يوم سوف تبلى الصرائر كل لا تظهر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافيا يعني يأتي واحد نار سوف نعرضوا على الله تخفى مننا خافيا ودائعنا كلها التي أودعناها في حياتنا وعن تأي حاجة تلترى مو دائك معك ملائكة يسجلوا والله يراك ويسمعك هذه الأعمال كلها سوف تظهر لك يوم القيامة كلها إذا وفقك الله ورحمك ويربغي أن تسأل الله المغفرة والستر رغض قضية سليمة ولكي استحقتي الفضيحة وفي الدنيا لا تطاق فما بينك في الآخرة أمام العالمين يومئذين تعرضون تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابه يعني فرحان يفتخر يفتخر بما أوداعه في حياته فرحان يمكنك أن يكون فيه مقرأة شيء يمكنك أن يكون مصافر في بلاد غوبة وانت قد يجري بياه هدايا وعينها الوالدات وانت تبقى العباء ف운데 ما تكون فيه سمالك حقا بها يقول هاه دي هاد يجب على الوالدات فتفرح عباء والدات فكتبه خاتم يعيش استسلاه مخصص عيبا هاد يجب علي فرح لي وليدها هاد يفرح لي عبد الرحمن فرحة عبد الله ويقلب نسل المسافرين مهاجرين تبقى يجب عليها تتعب قضواته كتابه لهذا يكتابه وتريد أن يجيحل لا تستطيعها لا تستطيعها لا 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 يكفي لأنها لا تستطيع الديان لأنها لا تستطيع الديان لأنها فعاله لأنها فعاله فهو ينتطح على شيء يدخلها يودعها لأيام ويستخرجها هذا يجيح الدنيا وتفرح لنرتيجي تعقلها والله المثل والأعلام في حالك شكين في الأخيرة فيما قديش عجازوينة قل هذه عجازوينة هذه عجازوينة هذه عجازو الأخيرة هذه عجازو الأخيرة ناشط معرصي فايق ناشط مقد وادات حصلين مقدن ذكام مراد مولم سليم وارك عشر كاعدين للضحاء أخوان بها سواء لوحة لوحة تقدر تجي وقت بقي تصل إلى ضحاء لا تصدق بديتش فمثلا وجدت من نفسك نشاطا قل أحسن ما ممكن ندير هذا النشاطك الأودعه عند الله سبحانه وتعالى والله لا تضيع ودعه إننا لا نضيع أجر من أحسن عمله ومن يعمل نتقال الغرة خيرا يراه الله عزو الله يضيعك تحط عند الله العمل صريحه وماذا تشبيه لي جبنا في الدنيا تقدر قاعد مع ذلك البلزة ويدو شو عدية جزالة ونطيح ليك تنسى في المطار هذا كله مأمور في الآخرة لم يكن تنسى لم يكن تدير شي عمل صريح ويقول ليك الله تعالى لا حاجة لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعني الله تعالى لا ينسى أحد لا ينسى إننا لا نضيع أجر من أحسن عمله الله مطلع عليك يحفظ عليك عمله ما تخفوانوا ما تخفوانوا أي حاجة درثيها أتلقاها حقق أنت إخلاص لله المتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضي الغرض حتى تنسى ما تنسى أنت تنسى أنت تنسى أنت نسيتها ما تشاكل عليها فسوف يجدوها حال من الوحد يوم القيامة بيتفاجئ يسأل الله تعني مفاجئنا بالخير تدكل مفاجئات هو يوم القيامة مليئ بالمفاجئات يوم القيامة كله مفاجئات كله يتفاجئ بالخير وكله يتفاجئ بالشار يعني تدخل كله يتخرج شيء يتخرج شيء تهو أبعاثي هو أنسيت ورقاها كل ما لديه شيء خير ولكن الله كتبها وتقبلها ونماها وفرح بها سبحانه وتعالى لذلك إنسان خاصة يحدد الخير ديما تقاطى الضر فأحد الأطعة الخير تقاطى الضر من الخير تدور تقدر تلوح حديث لا أرسل فتتفاجئ وبمليئ كما عندنا في الحديث هذك الأبوين لتكسر الله التاج يوم القيامة ويتفاجئ يقول يا ربي بما هدى بما هدى بما هدى بما أقرأت ما ولدكم القرآن وكما قال وكيف يتلقى وهذا الفرح والحاجة لهذا التاج كلها أمور غيبية لا ندريها ولكن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضا الله لا يلقي لها باله والعكس مفاجئ هذه الكلمة أولا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها باله يعني رجالها ودهز لماذا قال بلوه لذلك يحاول يكون كلم زوئين يدور في دائرة الخير دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقير أن المعروف يشيئ فالمعروف والخير لا تحقير أنه أحد أو هذا الرجل هذا قالها كلمة من رضا الله سبحانه وده كلمة فرضي الله عنه بها رضي الله عنه بها وتقبلها منه ورفعه بها درجاته ولا يلقي لها باله يعني لا نساها قال نسأل الله السلام والعكس وإن الرجل الذي يتكله بالكلمة من صخص الله لا يلقي لها باله تتنزل به فجره النم دارك لا يلقي لها باله هذا الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد تكينتك أمك وهي يكب الناس في النار للأعلى مناخرهم من أحصائل ألسنتهم تقدر تحتقر شيء واحد ولا تدري وراء الأمور كان شيء أمور خطيرة في الليسان كان شيء أمور الناس لا يأبغون لها لا تدوها فيها لا تزعبها عادية وهي عند الله خطيرة جدا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وصلوا الاحتقار وكلمة الأعراض هذا الشيء لا يحبه الله يبغضه ولا تألى على شواءات ولا تحسن الناس كأنك أنت أفلم شواءات تحتقره تحسب العظمة هذه من الظلم التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى يبغضها الله بغضا شديدا هذه الأمورات هي التي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها فعلا تويبه في النار سبعين خريفة إذن هو يلقي لها نار كله مفاجأة فهذا الرجل فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابها ها أم فرحان فرحان يعني واحد من فرح لا يتصور يعني وجدت ذلك الودائع التي أودعها في عمره وجد ثوابها وجدها وجلب الخلاص علم قيمتها لا أعرف القيمة دينا ولكن ما يجي هناك هناك هنا هل يقدر يمشي فيه يمشي العلم اليقين والذي يمشي مثلا ولكن درجة اليقين متفاوتة ولكن في القيامة كان عين اليقين يرى بعينه يرى التواب بعينه هو آمن وصدق وعرف أن هذا الصرر ثواب عند الله فصل الله قرأت القرآن فاهتوا أبوها عند الله كبير حرف شديده فقرأ القرآن صدق كل من إفضل صدقته مقيمة فتصدق آمن وصدق عنده يقين ولكن يما ينتقل لدرجة عين اليقين آه هو هذا هاء مقرأوا كتابه إني ظلنت أيقنت أني ملاق حسابه فهو في جيشة راضية ومن من أتي كتابه بشهره فيقول يا ذك الذي سعيه مظلمون استعي ما أودع شيئا في حياته بدأت يدعا كواليد هل ما صعيب ها حق ما شكيه العمر داعه لا ضيع عمره عمره بالفساد وبالشغل والضل والاحتقاء صلى الله عليه السلام ورحمة الله ما لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فيقول لما يفاجئه كتابه تفاجئه أعمال قد نسيها الله لا ينسى يقول تلب الله إذا أريد الله تعالى يغفره كوي يمحي لك لا تلب الله سبحانه وتعالى لا تلب الله سبحانه وتعالى لا لا تلقاه قائمة لا تلقاه يحيدوا لكم ولا نصار لا تخليش يجيك مفاجأة مفاجأة وقال يا ليتني لم أوت كتابيه ولا مدري ما حسابيه لأنه ما تطلع على ما أودع كتابه ما أودع عمره فلا بيعجبه شيء تحاجة تحاجة تتفرح تتفرح ما جميعش ما حد شوانه ثم بحالة شي واحد عزكم الله هذا قبل أن يجمع الجواهر يشدها الوالديه وشي واحد يجمع النجاسات عمر شبال جيبهم في المطار عمرهم من كلاب مئتين وشي يجيب واحد يجيب داب هدايا وجيب هذا يجيب ريحة وجيب حوي ويجيب لي كما تتفرح وكما تتفرح كما تتفرح كما تتفرح تتفرح وكما تتفرح حمك لا يشعر بالدنيا يبن حمق لا يدرد القادية وشهار ومحد حمق حمق قدام العمر يدوز والزمن يدوز قدام بسهب الزمن بين الخضر كمتها حتى تتكادف 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 هيا دورة غالية قال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ليس نحن الذين كنين الله سبحانه وتعالى ليس نحن نعزل ليس نشيون عن شيء ولكن رأى أمور غادية بأجل المسنى بأجل المسنى تتكمل ما كتبه الله لك لا ينتظرك الزمن لا ينتظرك الذي خلقه الله وقدره وكتبه سوف انتهت مدتك انتهى أجلك حين أمك التي تتقدل على الأجل تحين فهذا الواقع الذي نعيش فيها يرى يراحل ليس الزمن وهنا ليس هذا الشيء وليكن في العمر وليكن في الدنيا بقدر وأجل كتب الله أنه نعيش في هذا الزمن عشنا في هذا الزمن وهو حق فيه الألم فيه الألم هذا هو حضونا نحن من الابتلاء ومن التكليف أنه هذه الأمور والظلم والعدوان والشيء هذا لواقع الله سبحانه وتعالى كلنا كيف نتفعله على قدر استطاعات الهاتف كيف يدعي كيف يدعي كيف يدعي زمان مثلا عشنا وعد من جمعات الفساد الخير ماشي طال الصلاح ماشي هو لي حاكم يعني التداول بين الحقي والباطل لنفع هذا الوقت اللي هي الباطل طالعا فأنت أبو أنت ما عليك إلا أن تستجيب وأن تستقي مع شرعي الله سبحانه وتعالى في أي زمن وفي أي مكان لأن الإنسان ليس مطلوب منه إلي أخوته الكرام مطلوب منك تستاقم وتحقق رضا الله في أي وقت إن كنت وفي أي زمن إن كنت لا أكش يقدرت عليه لا يكون لي في الله وسلم إلا وسعى أبو تقضيع عمرك إنت لن يمكن أن تمشي عند مولانا تقول إن شرعي قديت عليه را كدرته لك شرعي قديت عليه را كدرته إذا هذا الذي يتفاجأ أيها الأخوت الكرام بهذا الأعمال بهذا الشكل هذا ما أودع في عمره يعني أشياء ممكن أن أرجعوا صورة الليل مشرقة مضيئة زويلة بل أوضع في عمره شيء مظلم لا يحب أن يراه قال الله تعالى إن سعيكم لشتا إن سعيكم لشتا لأن قد يتساءل سائل الآن عن التنسير يقول مثلاً بيدير الخير وبيتحرك ولكن تلقصه عاجز تلقاتلين في عال الخير واعر تلقصه مجاهدة وكذا الله أجابنا هنا على هذا السؤال كيف تقلب على التنسير وكيف يتقلب على العكس فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنو يسيره من يسره يعني أعطى واتقى وصدق بالحسنة يكون عندك نفس خاصة نفسك تربها على البذل على العطاء الذي نفسه شحيحة لا يمكن أن يمتتل للأوامر تشيحه بكل شيء الذي يشيحه بالمال يشيحه بالوقت يشيحه بقناة يصلي لأنه شحيح نفسه لا يستطيع لا يستطيع لي بدون شيئاً لا يتصدق ولا يصلي ولا يعمل شيء واحد يشيحه بوقته وبجسده وببدنه وبقوته وبماله يشيح شحيح بخير ما يدي الولو يدخس يكون نفسك فيها أعطى أما من أعطى واتقى التقوى هي اجتناب ما حرم الله أن تمتنع الأمور اللي حرم الله وصدق بالحسنة أن تفعل هذه الأمور أن تمتتل الأمر وتجتنب النحي إيماناً واحتساباً صديقاً بالحسنة للجنة الأخيرة لتجعل هذا العمل لله سبحانه سوف يسترق منه هذا دليل على أن لتكتر الصداقات يسترق الله سبحانه والله قال ابن عباس رضي الله عنه الكريم لا يسقط وإذا سقط وجد متكاء قال لك الإسخي يتصدق وإنفاق ويحسن للناس والخلق لا يسقط وإذا سقط وإذا سقط وجد متكاء هذا دليل على الصداقة لأن الصداقة تسترق الأمور والنفقة والنبي قال أن الصداقة تطفئ غضب الرب والصداقة تقي مصارع السور فالإنسان دائماً يكتر مصداقة لأن الناس المتصدقين ينفقوا الأموال وينفقوا الأموال أو قليلاً كثيراً يجنبون له هذه المشاكل مصارع السور مصائب نساء الله السلام والعافية يعني مصارع السور وتطفئ غضب الرب يسمى أن يصدق سر لله سبحانه وتعالى ونكتر لكنا الصداقات ونكتر الإنسان في مبينا ونعين الملهوف ونعين الضعيف ونصدق على الأتافة وعلى الأحلامين حتى يرفع الله عننا هذه الوباة والمصيبة التي وقع فيها هذه العالم ظلم ودوان والناس يمترون لا يستطيع أي شيئاً نجل بريض الله سبحانه وتعالى حتى يرتفع عننا هذا الغضب فأما من أعطاه التقى وصدق بالحسنة فسنسره لليسرة وأما من بخينا يعني أن تسير وتسير طريق الخير وكذا سيستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع مننا الطريق والذين جاهدوا فينا فنهدينا هم سبولنا وإن الله على مع المرسل وأما من بخينا واصدقنا وكذبنا بالحسنة فسنسره لليسرة إذن ها السعيين هدوك السعي لأن سعيكم نشتها هالإيداع لتقوله كل الأوداع شيء هذا الأوداع شيء هذا الأوداع شيء هذا أوداع شيء هذا أعطاء وعنده تقوى وعنده الصديق تعطته في النتيجة تسير وبهي تسير ببقى غادتي تهدا 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 لأن سعيكم نشتها لأن سعيكم مختلف كلك يدير السعي فالإنسان كل واحد دقيقة يرى سعيه فيه يرى سعيه في الغدي من أن تدحل العين يكتفق تدهت الناس يرى ما حققت أشهد السعي دي أشهد 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 إذا كان السعي دي غدفت تجاه الخطأ ستصلح السعي دي يعني باعي يجي عندك وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى هذا السعي دي لك مطيب بيتشوفه ما يضع منه ولا ويتقال الضربة وتجزاه الجزاء الأوفى يجزك الله الكريم الذي يقال لك الأوفى الجزاء الأوفى يعني يوفي لك تصور كريم سبحانه وتعالى إليش يبشر ذكب كان كريم وجواد إنسان وقالك جيب لي وجيب لي شهاد زوينة وغير خلصك بزياء أنت عارف كريم هو تتصداق تتصداق كده سوف تتجيب يعني أنت فرحان فهو الكريم رب العالمين الذي يرزق بلا حزان يرزق أعداءه يرزق الكفرة يرزق الملاحدة يرزق الناس يحاربونه ما أكرم الله وما أحلم الله عجيب سبحان الله العظيم يعني يعني تجد الرجل يحارب الله سنوات وهو يأكل ورزق الله ويستنشق هواء الله ويعيش فوق عرض الله وتحت سماء الله وروحه بيد الله وهو يحارب الله فيمهله الله سنوات والعجيب أنه يوفقه الله ويتوب إلى الله ويدخل الجنة عجيبا أرحم الله سبحانه وتعالى الإنسان العل والمرض فينا نحن لم نفقه لم نفقه يعني شرع الله لم نفقه كلام الله لم نفقه قانون الله فينا وإلا يوفقه له الله لو تأمل الناس لخلق البشرية كلها تأملوا في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى لا أحب الله حبا لا يتصور أحب الله حبا هذا أول حب الذي كان عند أنبياء والمرسلين والصحابة والمعلمين الذي استخرج منهم تلك البدل والتعقى نحب الله حقا عالموا قدروا الله حق قدره يعني عندهم ما جاء الله وما قدروا الله حق قدره كثير من الناس لا يقدروا الله حق قدره كثير من الناس مشرقون الكفار ما قدروا الله حق قدره هذه اللغة ونحن كذلك كل تقديره لله مختلف متنوع كلها وكذير ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية أعلمكم بالله يعني أعلم الناس بالله فلما كان أعلم الناس بالله كان أشد خشية بالله أنا أرى الله أحب الله سبحانه وتعالى فإشكالية البشر وإشكالية الخلق هو ما قدر الله حق قدره ما قدر وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لك يبين لنا قدره وفضله وعظمته ويبين لنا علاقته بنا هذا الشيء لا نزل القرآن القرآن كناش فيه تعرفنا الله بنفسه من هو سبحانه وتعالى ومن نكون نحن إلا تبطي هذه وعرفت ربك من هو سبحانه وتعالى ومن تكون أنت تسلح لك الحلقة تعرف أنك عبد ضعيف لا يمكن أن تقوم لك قائما البتة بدون ربك سبحانه وتعالى ليه ممكن فتتعرف حق تعرف قدرك أنك شرفك وعظمتك وكل شيء مستقبلك وسعادتك في عبادة ربك وتعرف قدر الله سبحانه وتعالى في كماله وجلاله وجماله وحكمته وعدله فتحبه حباً جديداً هذاك الحب صافي ليه يجعلك بقيت عصاها تستحي وإن عصيت تستحي وتبكي فذلك البكاء هذه الدمعة هي من ضبط هذه العلاقة نسأل الله سبحانه وتعالى يا أخوة الكرام يوفقنا لما يحب عرضا واعتبروا عني يعني إذا لا شافي من بينك لا سببها يعني وفاة أخينا سني حسن رحمة الله عليه رحمة واسعة ولهل فهد قدر كفاية سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إلا تستغفرك وأتوب إليك